أرحبا بكم أصدقائي الفلاحين متابعي قناة الفلاحة والطبيعة في موضوع جديد وعلى السريع الكثير من الإخوة يسألون حوله فيما يخص ظهور الأزهار ومع غياب الأوراق أو الأوراق الضعيفة في الأشجار المثمرة مثلا هذه الشجرة التفاح لاحظوا هناك إزهار جيد نوعا ما لكن الأوراق ضائلة وضعيفة وقليلة بينما في هذه الشجرة العكس تماما لماذا الأسباب وكيف يمكن التدخل ولا غير ذلك تابعي الفيديو الأخير لكي تستفيدوا أصدقائي الفلاحين ومرحبا بالجميع إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة يمكنك الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب لكي يصلك كل جديد بسرعة كما يمكنك دعمنا بضغط زر الإعجاب وترك تعليق يحفزنا أو فيه استفسار يخص ميدان الفلاحة ومرحبا بالجميع ونذهب إلى الموضوع مباشرة أصدقائي الفلاحين لاحظت الكثير من الإخوة ينشرون في مواقع التواصل خاصة فيسبوك لماذا ظهرت الأزهار لكن الأوراق قليلة وضعيفة نجيب على هذا الموضوع في هذا الفيديو القصير تابعي إلى الأخير لكي تستفيد صديقي الفلاح أولا هناك بعض الإجابات على المنشورات الأصدقاء الذين قالوا بأن الشجرة مريضة ولها تعفن من الجذور وإلى غير ذلك هذا خطأ أصدقائي لا تذهب إلى بائع الأدوية فهو حتما سيبيع لك الأدوية هو لم يشتري الأدوية لكي يخزنها وينصحك لكن هو حسب تجربته وخبرته مع الزبائن ومع الفلاحة فالفائدة من كل هذا هو أن يبيع أدويته لكننا نحن لا نبيع نحن ننشر المعلومات والعلم والثقافة والتقنية للفلاحة بدون مقابل فقط نطلب دعمكم وننشر معكم خبرتنا ونشارك معكم يوميتنا من الفلاحة أصدقائي الفلاحين هذا شيء عادي جدا أن تظهر الأزهار مع أوراق قليلة فهناك عدة أسباب مثلا في هذه الشجرة هذه الشجرة التفاح من نوع روايل هذا شيء عادي بأنها تعطي الكثير من الأوراق والكثيفة والأزهار في كل موسم الحمد لله لكن هذه الشجرة جولدن كما تلاحظون أوراقها ضعيفة نوعا ما لماذا أصدقائي هذا شيء عادي في الشجرة يمكن هناك بعض العوامل مثل درجة الحرارة المتدنية يعني البرودة أفوان قلت البرودة أصدقائي فالبرودة تعطل أو تؤخر نوعا ما الإزهار كما تؤخر أيضا انطلاق الأوراق بشكل عادي لكي تبدو شجرتنا خضراء جميلة فلا تقلق صديقي وكنت شرحت في فيديو سابق يعني فيديو الذي قبل هذا بعض العوامل التي تؤدي إلى ضعف الأوراق واحتراقها مثل درجات الحرارة يمكنكم مراجعة القناة أو العودة إلى القناة أصدقائي ستجدون فيديو الأخير في حوالي 9 دقائق فيه موضوع شامل يخص موضوع احتراق أوراق الأشجار ستستفيدون منه بإذن الله أما في هذا الفيديو فقط شرحت لكم بأن هذه المشكلة التي يعاني بأنها بعض الإخوة في الأشجار المثمرة عندما تظهر الأزهار والأوراق ضعيفة أو قليلة في منتصف الرابع نحن في بداية ماء هذا شيء عادي جدا أصدقائي وستظهر بشكل جيد أزهارك أو ستعقد الثمار وستخرج الأوراق بشكل جيد إن شاء الله أتمنى هذا لكل فلاحين فلا تقلق صديق الفلاح فقط قم برعاية أشجارك من حيث الأدوية اللازمة إذا كانت أشجارك مريضة وأيضا السقي أتكلم في فترة يعني العقد نحن الآن ما زلنا في فترة الإزهار وربما بداية العقد فلا تقلق صديق الفلاح فقط اعمل بجهد ونشاط وبذكاء بذكاء يعني التقط المعلومة الصحيحة وبشر أعمالك أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا كالعادة بتعليقاتكم المشجعة والاشتراك في القناة مرحبا بالجميع وإلى اللقاء